هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري الفقيه المدني حدث عن والده أسلم مولى عمر وروا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وروا عن عطاء بن يسار وعلي بن الحسين وابن المسيب وغيرهم حدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأولاده أسامة وعبد الله وعبد الرحمن وغيرهم كان لزيد حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من العلماء العاملين قال أبو حازي من الأعرج لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا وكان أبو حازم يقول لا أراني الله يوم زيد بن أسلم إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه قال فأتاه نعي زيد بن أسلم فعقر أي بقي مكانه لم يتقدم أو يتأخر للفزع الذي أصابه فما شهده وقال البخاري كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكل ما في ذلك فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه لزيد في المسند أكثر من مئتي حديث وله تفسير الرواه عنه ابنه عبد الرحمن توفي زيد بن أسلم في دي الحجة وأرخ ابنه وفاته في سنة ست وثلاثين ومئة وقيل توفي سنة ثلاث واربعين ومئة للهجرة رحمه الله ورضي عنه اشتركوا في القناة